السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنقدم ازاي كيفية عمل تروس بستخدام السورة. اهلا بنفتح البرنامج. بتكون الواجهة قدامنا زي كده. الوقت هنستخدم حاجة اسمها لانشاء التروس. اذا كانت مختفية. بالشكل التالي فسوف نكون بالضغط برضو على ديزاين. ثم نضغط على تول بوكس. ثم نضغط على ادل ناو حتى نكون بانشاء الديزاين. سوف يظهر لنا كثير من انواع الاستاندر المتبعة في السلود وولس. وعلى سبيل المثال سوف نكون بانشاء التروس تبعا للاستاندر ان سيمتريك. ثم نختار باور الترانسميشن وهي الجزء الخاص بعملية نقل الحركة. ونضغط على جيرس اي تروس. لا ويوجد انواع كسيرة لتروس في الديزاين لايبرري. سوف نكون بانشاء ترس من النوع سبار كير. نضغط عليه ثم نضغط على كريات برض. ثم تظهر واجهة البرنامج. ونضغط على البروبرتز الخاص للتروس. واولا نختار المديول. سوف نجد انواع كسيرة من المديول نختار المديول المناسب للرسم. وليكن مديول اتنين. ثم بعد ذلك اي عدد اسنان وهو مكون مسلا من عشرين سنة. ثم نضغط على البرجر انجل ويوجد منها نوعان عشرين واربعتاشر ونصف. ثم الفيسويتس وهو عرب او سمك الترس. وليكن عشرين ملي. الهب ستايل. اي يكون الترس وهو حب ولا لا. ويوجد نوعان وان سايد. وطو سايد او بوث سايد اي من الناحيتين. ثم نضغط على وهو كتر الهب. وليكن تلاتين. ثم نضغط ثم تزهر لنا اي هو طول الخاص بالترس. ونضغط عليه وليكن تلاتين. النمونا للشفت ديمتر اي الشفت الداخلي او كتر الداخلي للشفت. وليكن خمستاشر ملي. ويظهر الشكل امامنا. ثم الشوتيس اي عدد الاسنان الظاهرة. احيلا لا في التصميم لا يكون على الاسنان كلها ظاهرة. وليكن خمستاشر سن. فيبدو الشكل كما هو امامنا. ثم نضغط على علامة صح. ثم نقوم بحفظ الملف. ونضعه في المكان غير مناسب. وليكن دس كتوب. وممكن نسميب اسمو او نغير اسم. تقوم بحفظ الملف. شكرا